كلنا عارفين أنه العالم في حالة حرب أنت صدقت دا أو ما صدقتش دا العالم في حالة حرب في حرب معسكرة مسلحة هي الأزمة الروسية الأوكرانية ولكن أيضا في حرب بردة يعني أصبح فيه انحيازات فيه معسكرات مجموعة مع روسيا مجموعة مع أوكرانيا وفيه مجموعة لو صح تعبرها بمجموعة عدم الانحياز التي لا تريد أن تنحيز لطرف دون الآخر بتحافظ على العلاقات مع الجميع طول الوقت بتدفع دفعا للسلام تريد إنهاء الحرب بأي شكل من الأشكال ويمكن من أبرز هذه الدول هي جمهورية مصر العربية التي تكره الحرب مصر لا تعرف الكراهية فلا تعرف مصر سوى الحب ولو أنا حبيت أعيد صياغة الجملة فمش هقول مصر تكره الحرب أقول مصر لا تحب الحرب مصر تحب السلام تعشق فكرة السلام الحرب دائما لها أوزار لها أحمال لها أثقال من أبرز أوزارها وأحمالها وأثقالها هو الاقتصاد الاقتصاد اللي للأسف الشديد الحرب تعصف به دائما حتى لو كانت في أقصى الشمال زي ما بيحصل دلوقتي ما بين روسيا وأوكرانيا تبعات هذه الحرب تبعات اقتصادية تخيم على العالم أردت أم لم تريد ومش بقول لك الكلام ده علشان أقول لك والله يا تعالى أقعد أشرح لك إيه اللي بيحصل في أمريكا وإيه اللي حاصل في بريطانيا وإيه اللي حاصل في ألمانيا وإيه اللي حاصل في إفريقيا وإيه اللي حاصل في سوريا إيه اللي حاصل في الصين حلو حضرتك عارف مش محتاج مني إن أنا عاد أقول لك حجم التضخم عامل إزاي والاقتصاد العالمي حالته أكتر من سيئة كويس وبطبيعة الحال إحنا كمان متضررين إحنا ما كلناش زنب في الكورونا وما كلناش زنب بالتأكيد في الحرب لكن في النهاية هو إحنا بندفع تمن إن في حرب في الدنيا بندفع تمن إن في حاجة اسمها عولمة بندفع تمن إنه أصبح الاقتصاد العالمي الاقتصاد الدولي مترابط لدرجة مخيفة خد بالك من ده طي أنا بكلمك ده بس قبل ما نروح للخبر اللي جاي أنا بس عايز أوضح لك نقطة مصر دون بالتأكيد ما كانش في حد قاعد عمال بينجم بيقول إنه هيحصل أزمة ما بين روسيا وإيقرانيا ما كانش حد عارف ولا كانت مطروح إنه الأزمة تصل إلى هذا الحد تيجي تقول لي بس الأزمات موجودة من 2014 أقول لك مظبوط بس هو كان في حد متصور إنها تتصاعد للوصول إلى درجة الحرب أنا لا أظن بصراحة من حد كان عارف لكن على الأقل الأزكياء كانوا يعلمون إنه هذه الأزمة أكيد هتولد شيء ما أكبر على المستوى الاقتصادي أو على الصعيد الاقتصادي فالأزكياء عملوا إيه الأزكية يقرروا يحموا بلدهم ويحموا اقتصاديات بلدهم حصلت حرب لقدر الله ما حصلتش الحرب والحمد لله حصل أزمة اقتصادية لقدر الله ما حصلتش أزمة اقتصادية والحمد لله فتوجب على الأزكياء إن هم يوسعوا الرقعة الزراعية في مصر وبالتحديد في القلب منها رقعة الزراعية بشكل عام في القلب منها المسحات المزروعة بالأمح ده اللي حصل في مصر الأزكياء قالوا ده معناه كمان إنه إحنا لازم بقي عندنا قدر التخزين عالية فلازم لازم نطور صوامعنا الأديمة ولازم لازم نعمل صوامع جديدة لازم طول الوقت نبقى مستعدين صح ولا إيه لازم نقدر قدر الإمكان قدر الاستطاعة نمتلك أوتليوم نمتلك لقمة العيش فلما الرئيس وجه بزيادة الرقعة الزراعية في مصر ووجه بزيادة المساحات المزروعة بالأمح ووجه بإنشاء صوامع حديثة زي اللي بتحصل في العالم كان قرارا صائبا هل ده معناه إنه أصل الأسعار مش هتزيد لا هي هتزيد بس الفرق الكبير فين بقى في ناس يمكن ما كانش عندهم هذه البصيرة أو هذا الاستبصار أو هذه القدرة أيا كان وده مش لعيب فيهم يعني في النهاية خلص محن بشر يعني دول حكومات زي ما يطلع ما عندهمش قدرة تخزينية عالية ما بيزرعوش أمحة خالص أو بيزرعوهم ساحات قليلة معتمدين طول الوقت على الاستيراد فده هيبقى طول الوقت عنده أزمة في إيه عنده أزمة في الأمح نفسه زي أزمة الأسعار مصر إن شاء الله مش هيبقى عندها أزمة أمحة لكن هنواجه ارتفاعات الأسعار بالتأكيد هتيجي تقولي طب إيه علاقة أمحة مثلا بأسعار الدواجن هقولك يا أسعار الدواجن مش الأمحة أسعار الدواجن متعلقة بالأعلاف وبالدورة الصفرة بحدوتة متعلقة بأدوية واللقاحات المزرعات متعلقة بمبيدات في جزء منها بنصنعه هنا الجزء بيجيبهم بره في ناس تيجي تقولك طب ما إحنا عندنا اكتفاء زجتي من حاجات هقولك صح عشان كده لو حضرتك لاحظت بالمناسبة أنا عمري ما هقولك إنه كل المسئولية عليك كمواطن كمستهلك إطلاقا أنا بقولك في مسئولية كبيرة جدا على الدولة فإنها تضبط الأسعار وتواجه جعشة على التجار وإحنا كمواطنين إحنا كمان عندنا مسئوليتنا بس تيجي تقولي طب وهو الدولة عمليتي أقولك إنت لو قعدت تتفرج كويس قوي وتتابع الأخبار بدقة على عملته الداخلية في الكام يوم اللي فاته في الضبطيات أو الضبطيات باللغة العربية الضبطيات اللي قامت بها الداخلية لمواجهة الجشع والتوحش اللي بيحصل من تجار أولادات الزمة تعرف إن الحكومة فعلا قاعدة بتشتغل لكن محدش في الحكومة طلع تكلم وتباهى وتفاخر وقال إحنا بنعمل وبنسوي وإنتوا وإنتوا إطلاقا خالص خالص شوف حجم الضبطيات اللي اتعاملت على تلاجات مخزنة لحم ودواجن حجم الضبطيات اللي اتعاملت على ناس مخزنة دقيقة حجم الضبطيات اللي اتعاملت على ناس بتخزن سلحة التموينية على اختلاف أنواعها وأشكالها وكمياتها لو حضرتك جيد جمعت ده هتتخضم للرقم حجم الضبطيات اللي اتعاملت على ناس مخزنة دقيقة